السلام عليكم تلاميذ الصف الثاني لابتداء درسنا لهذا اليوم من دروس التربية الإسلامية من أخلاق الإسلام من أخلاق الإسلام أن يرحم الصغير ويعطف عليه المسلم يرحم الصغير ويعطف عليه إذن من أخلاق الإسلام هو أن المسلم يرحم الصغير ويعطف عليه والمسلم يحترم الكبير ويقدره إذن من أخلاق الإسلام أن المسلم يرحم الصغير ويعطف عليه ومن أخلاق المسلم كذلك يحترم الكبير ويقدر الكبير وكذلك المسلم يحب فعل الخير ويحث الناس عليه المسلم يحب فعل الخير ومساعدة الآخرين ويحث الناس على فعل الخير العفو ويحث الناس على فعل الخير والمسلم يكره فعل الشار وينهى الناس عنه المسلم مثل ما يحب فعل الخير ويحث الناس على فعل الخير ومساعدة الآخرين كذلك المسلم يكره فعل الشر وينهى الناس عن فعل الشر فيجب على المسلم أن يحترم الكبير ويرحم الصغير إذن نخلاق المسلم يجب عليه أن يحترم الكبير ويرحم ويعطف على الصغير وكذلك ويعطف عليه يعني يرحم الصغير ويعطف عليه فلا يؤذيه بل يساعده ويحميه وينصحه فيدله على عمل الصواب ويحث الناس على فعل الخير والامتداء عن كل عمل منكر وقبيه إذن من أخلاق الإسلام المسلم أن يرحم الصغير ويعطف على الصغير ويحترم الكبير ويقدره والمسلم يحب فعل الخير ويحث الناس على فعل الخير ومساعدة الآخرين وكذلك المسلم يكره فعل الشر وينهى الناس عن فعل الشر هذا كل ما موجود من درس أخلاق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته